اشتركوا في القناة وإن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً ثم أما بعد فإن حج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام العظام دعا إليه إبراهيم الخليل عليه السلام بأمر ربنا عز وجل بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ومنذ ذلك الوقت وعلى مر العصور والأزمان والناس يحجون هذا البيت فقد أشارت نتائج دراسة علمية حديثة إلى عدم تعطل أو انقطاع شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام أبداً على مدى التاريخ الإسلامي وذكرت الدراسة التي أجراها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة أنه بعد استقراء أكثر من أربعين مرجعاً ومصدراً علمياً تتبعت التاريخ الإسلامي تبين أن الحج لم يتوقف أو ينقطع بالكلية وأكدت دراسة التي نشرت ملخصها وكالة الأنباء السعودية أن ما حصل لشعائر الحج على مر التاريخ إما توقف جزئي من بعض البلدان وإما أوبئة وعوارض صحية وأمنية حصلت لبعض الحجاج منعتهم من أداء الفريضة بينما قام بأداء شعائر الحج غيرهم ممن يحصل به إقامة هذه الشعيرة من شعائر الإسلام واستند البحث العلمي على أدلة تاريخية من خلال أخبار الحوادث التي تعرض لها الحجاج في مواسم معينة من كوارث طبيعية أو حروب واختلال أمني داخل مكة المكرمة وقطع للطريق إليها وتقطع السبل وما حصل بسبب تلك الحوادث من توقف وصول الحجاج من بعض البلدان في بعض الأعوام إلا أنه على الرغم من كل ما ذكر من الحوادث التاريخية أكدت الدراسة أنه لم يحدث قط أن تركت شعائر الحج في أي سنة من السنين بل بقي البيت محجوجا مقصودا كل عام وتم الحفاظ على هذه الشعيرة رغم مرورهم عبر التاريخ بحوادث بالغة القسوة وفي العام الماضي عام واحد وأربعين بعد أربعمائة وألف أصاب العالم أجمع في مختلف أسقاع الأرض وباء أطلق عليه علماء الطب جائحة كورونا وهو فيروس سريع الانتشار شديد العدوى مات فيه خلق كثير وأصاب العالم بالشلل التام في جميع مناحي الحياة الدينية والدنيوية والاقتصادية والاجتماعية واتخذت الدول والحكومات الإجراءات اللازمة لوقف مد هذا الوباء ومن ضمن هذه الحكومات حكومة هذا البلد المبارك بلد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية الراعية لأمر الحجيج في كل عام القائمة على مصالح ضيوف الرحمن فبادرت ضمن مبادراتها في مكافحة هذا الوباء إلى تنظيم الحج والعمرة ونجحت في عام بداية هذا الوباء نجاحا باهرا حيث أقيمت الشعائر ولم تتعطل في الحرمين الشريفين فرفع الأذان وأقيمت الصلوات الخمس وفتح باب الحج والعمرة والزيارة بتنظيم بديع وتدرج في التطبيق حماية للنفوس والأموال إذ رعايتهما أحد مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة ومع استمرار وجود الوباء هذا العام عام 42 بعد 400 وألف استمرت حكومة هذه البلاد في الإجراءات الاحترازية في أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة مع التخفيف في ذلك عن العام الماضي وذلك على سبيل التدرج إلى أن يعود العالم بإذن الله تعالى إلى الحياة الطبيعية قبل انتشار هذا الوباء باتخاذ الأسباب التي تفضي باتخاذ الأسباب التي تقضي عليه من لقاح وغيره لكل هذا عمدت حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تنظيم الحج والعمرة والزيارة في العام الماضي وهذا العام وذلك بتحديد أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار وقصرهم على حجاج الداخل من المقيمين والمواطنين وما يتبع ذلك مما يحقق المصالح للعباد والبلاد من تفويج الحجاج الحرمين والمشاعر المقدسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية من هذا الوباء باشتراط التحصين والتباعد البدني في النقل والسكن وكل هذه الإجراءات تشهد لها أصول الشريعة على النحو التالي أولا أن من أوجب واجبات حكومة المملكة العربية السعودية تنظيم الحج والعمرة والزيارة يقول الإمام أبو يعلى رحمه الله الخلافة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به فلولا الولاة لكان الناس فوضى مهملين وهمجا مضاعين وقد قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا ثانيا أن الاجتماع الإنساني يحتاج من غير الشك إلى قيادة يرجع الناس إليها فيما يرومونه من تحقيق مصالحهم وفيما يدروا عنهم غوائل ما ينزل بهم من موازل بحيث لا يحول تباين الآراء أو تعارض الإرادات الجماعة الإنسانية في ظل هذه القيادة من سير الجميع في خطة ثابتة ومتوازنة نحو تحقيق المصالح العامة وهذه قضية كلية يشترك فيها بن آدم كلهم ليست خاصة بجنس دون جنس آخر ولا بأهل دين دون دين آخر ولا يكاد تعرف جماعة إنسانية على مدى التاريخ الإنساني عاشت حياة راقية حققت فيها ما تصب إليه دون وجود هذه القيادة التي يرجع الناس إليها في تنظيم شؤون حياتهم ثالثاً وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز أنزل كتابه العزيز تبياناً لكل شيء فقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة له ومبينة قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعاناً على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ولما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينظم حياة البشر قعد الإمام الشافعي رحمه الله قاعدة ما زال العلماء يفرعون عليها فقال رحمه الله فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها انتهى كلامه رحمه الله رابعاً استقرأ علماء الإسلام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحصل لهم أن الشريعة الإسلامية قد حرصت على تحقيق مصارح الخلق الدينية والدنيوية ودفع المفاسد وخلصوا إلى أن الشريعة لها مقاصد وهي الحفاظ على ضروريات خمس ذكرها الإمام الغزالي في المستصفى فقال ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة هذه الثوابت الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في نفسه وأن يتعهدها فيما يرعاه ويسأل عنه وهذه المقاصد تمتاز بأنها مقاصد إلهية ربانية تتصف بالإتقان والإحكام والكمال وتراعي حاجات الناس وغرائزهم التي جبل عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولذلك وصفها الشاطبي بقوله لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران لموين خامسا ذكر بعض العلماء أن هذه الضررات الخمسة التي جاءت مقاصد الشريعة بحفظها قد تضمنتها بعض الآيات بكاملها ومنها قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَارِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فإنه كان اللوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغى رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغها شدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فمن هذه الآيات العظيمات يمكن استخراج الضررات الخمس الأول حفظ الدين لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الثاني حفظ النفس لقوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والثالث حفظ الناس لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الرابع حفظ المال لقوله تعالى وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلى قوله وكان الشيطان لربه كفورا وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط إلى قوله تعالى إنه كان بعباده خبيرا بصيرا والخامس حفظ العقل فلا يمكن لغير المكلف العاقل أن يقوم بهذه الجوانب لأن من كان عقله فاسدا فإنه سيقوم بنقيضها سادسا روى الإمام المسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض لا يورد ممرض على مصح أي مريض على صحيح أو صاحب إبل مريض على صاحب إبل صحيح يقول النووي رحمه الله تعالى وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره انتهى كلامه رحمه الله نخلص من هذا إلى أن توجه ولاة الأمور في هذه البلاد المباركة إلى تنظيم أعمال الحج والعمرة والزيارة وذلك بوضع نظم يسير عليها المسلمون في حجهم وعمرتهم وزيارتهم واجبة النفاذ على مختلف طبقات المجتمع حتى تصير مصالح الأمة على وزان واحد لأن ترك الأمة يسيرون على غير نظام ويفعل كل واحد ما يهوى يوجب الهرج والمرج والفساد في المجتمع ويؤدي إلى تعدي الضرر إلى جميع أسقاع العالم وليعلم أن هذه النظم إذا صدرت وفق أحكام الشريعة الإسلامية أصبحت أنظمة شرعية لا يجوز خالفتها أو التحايل على إبطالها أو إبطال العمل بها بأي صورة من الصور لأن طاعة أولاة الأمور في طاعة الله ورسوله من طاعة الله ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فمن هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى ففي هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله ورسوله وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم متفق عليه ولعل من نافرة القول التذكير بأن من فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة أن النظام الأساسي للحكم قد نص على أن مصدر التشريعات والأنظمة هي الشريعة الإسلامية فقد ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة الخامسة والخمسون يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها وجاء في المادة السابعة والستون تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى نخلص مما تقدم إلى أن التنظيم الشرعي يحقق مقاصد الشريعة من حفظ النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان ويضبط لولاة الأمور سبل تطبيق شرع الله على الناس وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يرفع عن الأمة هذا البلاء ويزيل الغمة وأن يحفظ هذه البلاد ويكفيها شر الحاسدين وحقد الحاقدين ويعظم الأجر ويضع الوزر وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين